السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتبعي قناة مادم سعيد مرحبا بكم اليوم في وصفة ساندويش عمر بالخضر او محشو بالخضر ساندويش يعني مغدي ومتنوع ايضا ان شاء الله نتمنى انه يعجبكم ونزول طريقة التحضير اذا اول حاجة نبدأ بها هي العجين بالنسبة للعجين فنحتاج 250 جرام دقيق قبصة الملح ملعقة الزيت ماء حسب الحاجة يمكنكم تضوب المقادير او تضاعفوا الكمية انا هنا اخترص فقط انا اضاع 250 جرام دقيق اذا وضعت جميع العناصر وبدأت اجمع بالماء حتى احصل على عجينة لينة اذا من بعد ما جمعت العجين الآن ادلقوه يعني ضروري ان يدلق يعني ادلقوه جيدا سا اضعوه في اناء له يعني سدادة سنوضع الزيت اولا ثم العجين ثم الزيت فوق العجين واذينه ثم اغطيه ليرتاح وامر لأهيئ الحشوة بالنسبة للحشوة سنحتاج الى فلفل احمر واخضر مقطع الى شرائح طويلة جزر كذلك هنا لدي ملفوف مقطع الى شرائح طويلة وطماطم ايضا وصدر الدجاج ثم اعشاب منسي مرابيع مدنوس وثوم وزيت الزيتون وتوابل اذا الان سابدأ بتحضير سدر الدجاج ساضع فوق النار ساضع سدر الدجاج ياليه زيت الزيتون اضع الثوم يعني اضغط عليها قليلا بيدي ثم اضعها من بعد ساضيف باقي المكونات الاعشاب المنسمة ثم التوابل وسا احرك الخليط يعني حتى يطهو فالدجاج لا يأخذ يعني وقتا كثيرا فسيطهو بسرعة وهنا بعد ان نضج الدجاج او قطع سدر الدجاج سازيلها من على النار واضعها جانبا حتى حين استعمالها بعد ان ارتاح العجين ساخدوه يعني بمساعدة الزيت ساعمل منه كوريات او كويرات يعني هذا المقدار ديال العجين 250 غرام منه الدقيق يعطينا اربع كوريات او اربع كويرات ساجمعها على هذا الشكل حتى اعدهم جميعهم اذا بدء انتهيت من جمع الكويرات سابدأ الاعلى بتبسيطها حتى ابدأ بعملية حشو صندويش كما ترون في الصورة سابسيطها هنا انا يعني لانني يعني لم اترك العجينة يرتاح نظرا للتصوير يمكنكم تركوه يرتاح بعد ان عملتم منه كويرات تركوه يرتاح تقريبا لمدة عشر دقائق من يريد من يريد طبعا الان سابدأ بالحشو اول شيء ساضع قطع سدر الدجاج يعني ساعطي الحشوة شكل مستطيل ساضع قطع سدر الدجاج اولا ثم اضع فوقها التماطم ثم اضع الجزر والملفوف واخيرا الفلفل الاخضر والاحمر انتم يمكنكم تنويع الخضر يعني يمكنكم وضع ايضا الخيار والخص فهذا نموذج فقط لالبعد هذا ابدأ بجمع الساندويش كما ترون طريقة كالتالي ساجمع من الجوانب ثم من الفوق وابدأ اجمع الساندويش على هذا الشكل وسأعيد لكم واحدة أخرى حتى الذي لم يفهم أن يفهم بعد انتهيت من حشو الساندويش سأضع الزيت لكي تسخن بعد ان سخنت الزيت سوف اضع الآن القطع الساندويش يجب على النار ان لا تكون عالية ان تكون منخفضة الحرارة حتى يطهو الساندويش جيدا في الزيت والأهم ان تكون الزيت ساخنة حتى لا يحمل لنا الساندويش زيتا كثيرا سأحرك على هذا الشكل سأحاول ان اقلب قطع الساندويش كما ترون فهي محمرة كما ترون قطع الساندويش طهت الآن سأزيلها من النار وأبدأ بتحضير الصلصة بالنسبة لسلصة فان اخترت لكم هذه السلصة سلصة السوجة بالنسبة لمقديسة سنحتاج الى عصير حامضة عشاب منسمة سأحتاج الى منح ملعقة مطاط فلفل حار ثم زيت الزيتون باول شيء سأعصر الحامض أو الليمون وأزيل العظام إذا بعدها أزلت العظام سأضع الأعشاب منسمة ربيع مع الدنوس واليزير يعني اي عشاب منسمة انتم عندكم في المنزل تتواجدوا في المنزل ضعوها سأضع السوجة تقريبا ملعقة كبيرة من سلصة السوجة ثم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وسأضيف أيضا ملعقة كبيرة من الفلفل الحار و ملعقة صغيرة من موتاط وسأطحن الكل جيدا حتى أحصل على سلصة رطبة و كريمية سائلة إذا السلصة هي جاهزة كما ترون تأتي على هذا الشكل ومذاق أروع نتمنى أنكم تجربوها والصاندويش أصبح جاهزا كما ترون فهو يأتي محمر و جميل جدا سأحاول أن أفتح لكم أو أقسم لكم واحدة لتروا الشكل من الداخل كيف يأتي إذا أنتم ترون و مليء بالخضر أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الحلقة و إلى اللقاء إلى وصفة مقبلة إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا